نصل بكم مشاهدين الكرام في نشرة الجوية وقدمها لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذن نجوى مستقرة على مجمل المدن الشمالية مع تشكل خلايا رعدية منعزلة على المدن الداخلية والهضاب العليا نستهل نشتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا جوى مغشى جسيا على أغلب المدن الشمالية نصل بكم مشاهدين إلى تفاصيل الوضعية الجوية اليوم الاثنين بداية بالصباحة نتوقع تشكل ضباب خفيف على كل السواحل الوطنية أجواء مشمسة مع صحب صفلة على كل المدن الشمالية للوطن لكن يبقى التقس مشمس وصوفي على مجمل المدن الجنوبية مع تطاير للرمال على جنوب السورة حتى الجنوب الغربية الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي وأقصى الصحراء درجات الحرارة الدنيا لصبيحة الاثنين تصل 16 درجة على وهران الجزائر العاصمة زيوزو تيارت حتى منطقة تلمسان والبيث 18 درجة بلغوات 12 درجة على باتنا 15 درجة على منطقة سطيف 14 درجة بقلمة 18 درجة بعنابة 25 درجة على ورقلات 22 درجة على إليزي جانات 8 راست بشار واتيندوف 26 درجة على عين صالح وأدرار في حين سنسجل 28 درجة بعين قزان في ظاهرة الاثنين وبعد انقشاع ظباب الصبيحة نتوقع جواء مشمسة مع الصحب صفلة على كل المدن الساحلية للوطن تشكل خلايا رعدية منعزلة بالمدن الداخلية حتى الهضاب العليا والأوراس بالجنوب جواء مغشات مع خلايا رعدية بعد الزوال على بشار حتى شمال الصحراء والوحاد صحب عابرة وشبه رعدية على مرتفعة الهجار والتسليل لكن يبقى التقس دائما مشمس وصافي على باقي المدن الجنوبية للوطن مع تطاير للرمال على جنوب السورة حتى الجنوب الغربي والصحراء الوسطى درجات الحرارة القصوى لظاهرة الاثنين تسليل حوالي 26 درجة على الجزائر العاصمة وعنابة 32 درجة على قلمة 30 درجة على السطيف وباتنة حتى تيزيوزو 32 درجة على منطقة لغواط والتيارت 30 درجة على البيض وتلمسانت 28 درجة بهران 40 درجة على منطقة عينسالح حتى إيزيو وجانات 42 درجة أدرار و46 درجة على منطقة عينقز نصل بكم مشاهدين على حالة البحر اليوم الاثنين سيكون جميل إلى قليل الإطراب على السواحل الغربية والوسطى وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعة وهمة بين 15 حتى 25 كم في الساعة على السواحل الشرقية يكون البحر جميل وفق رياح شمالية شرقية تتراوح سرعة وهمة بين 10 حتى 15 كم في الساعة كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقص يوم الاثنين والله أعلم شكرا لكم على كرم المتابعة في أمان الله